المدرسة العليا للتجارة والتسيير التابعة لجامعة الحسن الثاني في مدينة الدار البيضاء تواصل نهجها التربوية قصد التعريف أكثر بمشروع دراسة ورياضة لقاء كان مناسب لبسط سبل إرساء مصار رياضة ودراسة حتى يتمكن الطلب من متابعة دراستهم بشكل طبيعي موازاتنا مع تكوينهم الرياضي الهدف هو أننا كأكاديميين نفكروا ولكن طلبنا المساعدة للأبطال الرياضيين والهدف هو أن نخلقوا واحدة دينامية رياضية على مستوى المدرسة العليا للتجارة تسير كيف هو معروف تتحتضن واحدة المستر في تسير الحكامة الرياضية وعندها مختبر بحتي في إطاره تنحدر تقريباً واحد العشرات ديال الأطرحات مرتبطة بالمجالات ديال التدبير الرياضي الاقتصاد الرياضي الحكامة الرياضية لقاء شكل فرصة لطلبة المسالك العليا لفتح النقاش مع وجوه رياضية أعطت الشيء الكثير للرياضة الوطنية بهي محتس في التنس سناء رضا في المسايفة عادل بالقايد في الجيدو وعبد القادر الظروري في التكواندو أسماء أجمعت على أهمية المشروع باعتباره سيخدم الرياضة والدراسة بشكل إيجابي ومنظم الحمد لله هذا البادير مع الونسي جي سوف يكون في إطار البرمجات ديالنا والبحث اللي كان عمله إحنا وحدة الجمعية ديال الرياضيين اللي أعطوا شيء الكثير للبلد ديالهم وبغينا نرجعه وحدة الشيء اللي هو مفتقدينه ألا وهو يعني التوفيق نوفقه ما بين الرياضة والدراسة وصعيب باش نوفقه ما بين الدراسة والرياضة وفي هذا الإطار هذا كان عمله بحل واحد البحث وواحدة الدوائر مستديرة وكانت لقاوه بالطلبة وبالتراميد باش ننخرب بعض التوصيات هذا المشروع اللي سيدنا اللي نصر وعطاه وحدة دفع قوية لسيدة الوزير الساباب الرياضة سيد أمصازي اللي قلسنا معه اللي هو تاوى يعني خدم عليه قدم واسق وشتنا سيل فردوس اللي تاوامسوا على هذا الشيء هذا المشروع اللي يعطينا أبطال كبار وفي نفس الوقت يكونوا أطباء ويكونوا أطباء مهندسين يعني يكونوا شغل رياضين عاديين هذا هو المشروع اللي نحن وقفين عليه إحداث تخصصات جديدة بالتعليم العالي في المجال الرياضي تبقى نقطة مهمة للارتقاء أكثر بالرياضة الوطنية وجعلها في مستوياتنا تليق ببلادنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة